بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الدراسات الاجتماعية عنوان درس اليوم عناصر المناخ والعوامل المؤثرة فيه الجزء الرابع أهداف الدرس بعد الانتهاء من درس اليوم يتوقع من الطالب الهدف الأول أن يعدد العوامل المؤثرة في المناخ الهدف الثاني أن يقارن الطالب بين تأثير الأشعة العمودية والأشعة المائلة على درجة الحرارة على سطح الأرض الهدف الثالث أن يستنتج الطالب تأثير الارتفاع عن مستوى سطح البحر في المناخ الهدف الأول أن يعدد الطالب العوامل المؤثرة في المناخ عزيز الطالب من خلال ما تم دراسته من قبل عرفت أن المناخ يتكون من عناصر متعددة وهذه العناصر تختلف في تأثيرها على سطح الأرض وفقاً لاختلاف العديد من العوامل المؤثرة فيها ونتيجة لذلك فإن المناخ يتنوع من منطقة لأخرى والسؤال ما أهم العوامل المؤثرة في المناخ؟ والآن نتعرف على أهم العوامل المؤثرة في المناخ العامل الأول الموقع بالنسبة لدوائر الأرض العامل الثاني الارتفاع عن مستوى سطح البحر ثالث العوامل المؤثرة في المناخ توزيع اليابس والماء والعامل الرابع الطيارات البحرية والعامل الخامس الغطاء النباتي إذن العوامل المؤثرة في المناخ واحد الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنان الارتفاع عن مستوى سطح البحر ثلاثة توزيع اليابس والماء أربعة الطيارات البحرية خمسة الغطاء النباتي والآن سؤال حول هذه الجزئية السؤال عدد العوامل المؤثرة في المناخ ذكرناها وهي خمس عوامل نفكر سويا أحسنتم العامل الأول الموقع بالنسبة لدوائر العرض نعم العامل الثاني الارتفاع عن مستوى سطح البحر ثلاثة توزيع اليابس والماء أربعة الطيارات البحرية خمسة العوامل الغطاء النباتي أحسنتم هذه هي العوامل المؤثرة في المناخ الهدف الثاني أن يقارن الطالب بين تأثير الأشعة العمودية والأشعة المائلة على درجة الحرارة على سطح الأرض ومع أول العوامل المؤثرة في المناخ واحد الموقع بالنسبة لدوائر العرض عزيزي الطالب تتوقف درجة الحرارة لمنطقة ما حسب زاوية سكوت أشعة الشمس عليها ويلاحظ أن تأثير الأشعة العمودية في درجة الحرارة يختلف تماما عن تأثير الأشعة المائلة والآن افتح مع الكتاب الصفحة الحادية والعشرين ومن خلال الشكل واحد أنواع الأشعة الشمسية لاحظ ثم استنتج السؤال ما الفرق بين الأشعة الشمسية الساقطة على المنطقة ألف والأشعة الشمسية الساقطة على المنطقة با ستلاحظ في الشكل الذي أمامك أن الأشعة العمودية هي التي تسقط على المنطقة ألف وبالتالي فهي أشعة قوية بينما المنطقة باء تسكت عليها أشعة مائلة وهي بالطبع تكون أقل قوة من الأشعة العمودية إذن إجابة السؤال المنطقة ألف تكون أشعة عمودية قوية بينما المنطقة باء أشعة مائلة أضعف ونتساءل ما سبب قوة وضعف هذه الأشعة ولمعرفة قوة الأشعة العمودية نطالع الصفحة الحادية والعشرين شكل واحد أنواع الأشعة الشمسية ونستنتج من الشكل واحد أن الأشعة الساقطة على المنطقة ألف عمودية ذات تأثير قوي حيث تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر مما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة بينما الأشعة الساقطة على المنطقة باء هي أشعة مائلة ذات تأثير ضعيف حيث تقطع مسافة أطول وتتوزع على مساحة أكبر مما يقلل درجة الحرارة إذن الأشعة العمودية أقوى لأنها تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر بينما الأشعة المائلة أضعف لأنها تقطع مسافة أطول وتسقط على مساحة أكبر والآن سؤال حول هذه الجزئية قارن بين الأشعة العمودية والأشعة المائلة نفكر سويا أحسنتم بالطبع الأشعة العمودية كما ذكرنا ذات تأثير قوي لأنها تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر مما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة وعلى العكس من ذلك الأشعة المائلة ذات تأثير ضعيف لأنها تقطع مسافة أطول وتتوزع على مساحة أكبر في النهاية يؤدي ذلك إلى أن يقلل درجة الحرارة الهدف الثالث أن يستنتج طالب تأثير الارتفاع عن مستوى سطح البحر في المناخ العامل الثاني من العوامل المؤثرة في المناخ الارتفاع عن مستوى سطح البحر بداية نفتح الكتاب الصفحة الثانية والعشرين لاحظ الأشكال التالية ثم أجب أمامك شكل اثنان وشكل ثلاثة السؤال واحد في الشكل اثنان أي المحطات ينخفض الضغط الجوي عليها ولماذا؟ ستلاحظ عزيزي الطالب في الشكل اثنان وجود ثلاث محطات المحطة ألف وهي قريبة من سطح البحر المحطة باء وهي أكثر ارتفاعا ثم المحطة تاء وهي أكثر ارتفاعا من المحطة ألف والمحطة باء السؤال أي المحطات ينخفض الضغط الجوي عليها؟ موضح على المحطة ألف مقياس الضغط الجوي إذ يبلغ ألف وعشرة ميلي بار والمحطة باء يبلغ مقياس الضغط الجوي عليها ثمانمائة وخمسة وتسعين وخمسة من عشرة ميلي بار بينما المحطة تاء مقياس الضغط الجوي بها سبعمائة وواحد وتسعين وثمانية من عشرة ميلي بار إذن الأقل من حيث الضغط الجوي هي المحطة بالفعل المحطة تاء والسؤال لماذا المحطة تاء ينخفض عليها الضغط الجوي ذكرنا من قبل أن الضغط الجوي علاقته عكسية مع الارتفاع يبقى إذن المحطة تاء ينخفض عليها الضغط الجوي لأنها الأكثر الارتفاع ستلاحظ من الشكل اثنان أن المحطة تاء يبلغ ارتفاع أكثر من ألفين متر بينما المحطة باء أكثر من حوالي ألف متر والمحطة ألف قريبة من سطح البحر السؤال الثاني أي المناطق أخزر مطرا في الشكل ثلاثة المنطقة ألف أم المنطقة باء ستلاحظ في شكل ثلاثة أن المنطقة ألف هي المواجهة للرياح وبالتالي ستكون أخزر مطرا من المنطقة باء الغير مواجهة للرياح إذن أخزر المناطق مطرا في الشكل هي المنطقة ألف النقطة الثالثة السؤال ماذا نسمي المنطقة المشار إليها بالحرف باء في الشكل ثلاثة المنطقة المشار إليها بالحرف باء في الشكل ثلاثة تسمى منطقة ذل المطر لأنها لا يسقط عليها مطر غزير كما في المنطقة ألف ونستنتج مما سبق عزيز الطالب أن المناخ في المناطق المرتفعة عن سطح البحر يختلف عن المناخ بالمناطق المنخفضة عن سطح البحر ويظهر ذلك من خلال ألف درجات الحرارة حيث تؤثر التداريس في درجة الحرارة فكلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل 150 مترا تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مؤوية ولذلك نلاحظ أن القمم الجبلية تغطيها الثلوج كما يظهر تأثير ارتفاع السطح على الضغط الجوي حيث يقل الضغط الجوي فوق المرتفعات ويعود سبب ذلك إلى قصر عمود الهواء فكلما ارتفعنا إلى أعلى يقصر عمود الهواء وبالتالي يقل وزنه مما يؤدي إلى قلة الضغط الجوي كما أن المرتفعات تؤثر في كمية الأمطار حيث تسقط الأمطار بغزارة على سفوح الجبال المواجهة للرياح بينما تقل هذه الأمطار على السفوح الخلفية وتسمى هذه السفوح بمناطق ظل المطر والآن مع سؤال حول هذه الجزئية الكتاب الصفحة السابعة والعشرين السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية الجزئية خمسة تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مؤوية كلما ارتفعنا عن سطح الأرض بمقدار ألف مئة وعشرين مترا باء مئة وثلاثين مترا جيم مئة واربعين مترا دال مئة وخمسين مترا احسنتم الإجابة الصحيحة مئة وخمسين مترا إذن تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مؤوية كلما ارتفعنا عن سطح الأرض بمقدار مئة وخمسين مترا سؤال آخر بما تفسر تغطي الثلوج قمم الجبال نفكر سويا احسنتم الإجابة أن التدريس تؤثر في درجات الحرارة حيث تقل بمعدل درجة واحدة مؤوية كلما ارتفعنا مئة وخمسين مترا إذن كانت أهم النقاط في درس اليوم العوامل المؤثرة في المناخ وذكرنا أنها عدة عوامل منها واحد الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنان الارتفاع عن مستوى سطح البحر ثالث العوامل المؤثرة في المناخ توزيع اليابس والماء العامل الرابع التيارات البحرية وخامس العوامل المؤثرة في المناخ الغطاء النباتي كما درسنا بشيء من التفصيل في درس اليوم العامل الأول الموقع بالنسبة لدوائر العرض والعامل الثاني الارتفاع عن مستوى سطح البحر والآن للتأكيد على فهم درس اليوم نتناقش سويا في حل الأسئلة التالية من الكتاب الصفحة التاسعة والعشرين السؤال الثالث بما تفسر السؤال الثالث بما تفسر خمسة الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة لماذا تعتبر الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة نفكر سويا أحسنتم الأشعة العمودية أكثر حرارة لأنها تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر بينما الأشعة المائلة تقطع مسافة أطول وتسقط على مساحة أكبر إذن إجابة السؤال الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة لأنها تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر السؤال التالي بما تفسر رقم 6 انخفاض الضغط الجوي فوق المرتفعات ما سبب انخفاض الضغط الجوي فوق المرتفعات بالفعل ينخفض الضغط الجوي فوق المرتفعات بسبب قصر عمود الهواء فمعروف أنه كلما ارتفعنا إلى أعلى يقصر عمود الهواء وبالتالي يخف وزنه ويقل الضغط الجوي وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم وأذكركم من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته